سنسأل حول هذا محافظ جنين الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد كمال أبو الرب محافظ جنين أهلا بك معنا يقول مرسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدية جنين وأن رئيس البلدية والموظفين داخل محاصرون داخل مقر البلدية ما المعلومات التي وصلتكم من رئيس البلدية أو من الموظفين حول هذا الحصار ما الذي يقوم به جيش الاحتلال أولا محمد الله الشهداء شاف الله الجرحى فكاكيد الأسراف أولا أنا موجود في قاعد بلدية جنين مع رئيس البلدية ومع أعضاء بعض أعضاء البلدية والموظفين اللي تمكنوا من الوصول للبلدية قبل حصارها هناك عدد كبير من الآليات على الشارع الرئيسي شارع نابس وأمام مقر الدفاع المدني يقومون الآن بإطلاق النار والخذائف على بيت محاصر بجنب بلدية جنين وبالتالي تقع بلدية جنين ضمن المنطقة العسكرية اللي حاليا نشرون جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عمليته بإطلاق النار وبإطلاق نابل الصوتية باتجاه هذا المنزل علما بأننا حاليا نكون بانتظار 5 أو 4 من الوزراء اللي أوفدهم دولة رئيس الوزراء دكتور محمد مصفى إلى محافظة جيين واخترنا أن تكون مقر بلدية جنين لاستقبالهم على اعتبار أنها أكثر أمن وأمان من وسط البلد أو من مخيم جيين ولكن بحصار البلدية والمنطقة المحيطة لا يوجد مكان آمن حتى اللحظة لا يوجد مكان آمن حتى اللحظة في مدينة جيين ولا في مخيم جيين حاليا الوزراء الأربع ينتظروا على مثلة الشهداء من أجل الإعاد لهم أنهم بإمكانهم يتقدموا العقد مؤتمر صحبي والوصول إلى مستشفى جين الحكومي ولكن لغاية هذه اللحظة جيش الاحتلال لإسرائيل غاشم يحاصر البلدية والمنطقة المحيطة بها سيد أبروب هل هناك اشتباكات بجانب المقرة البلدية؟ هناك صوت إطلاق نار نحن حاليا موجودين في قاس بلدية جيين هناك أصوات إطلاق نار يعني لا نعرف نظرها ولا نعرف من يطلق النار ولكن الصوت اللي تبين عنا فعلا أنه هناك أصوات اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال إسرائيل غاشم يعني هذا الاقتحام لمخيم جينين يقول شهود عيان وحتى بحسب مراسلين هناك يختلف عن سابقيه من الاقتحامات ربما ذروة العنف في الاقتحامات هذه المرة في جينين في المدينة وفي المخيم أيضا ما تعليقكم على ذلك؟ ما الذي يفسر ذلك؟ يعني هذا الاقتحام الرقم 12 اللي تتعرف له مدينة جينين ومخيم جينين بعد السابع مقصوبر ولكن هذا الاقتحام هو الأشد الأكثر عنفا أكثر توسعة في الدمار الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني الأكثر ضرر للاقتصاد في مدينة جين ومخيم جينين بالتالي لم يسلم لا الحجر ولا البشر من هذا العدوان وصل عدد الشهداء وهم أخمار إلى 21 شهيد خلال هذا الاشتياح الأخير بعد ما تم تعرض ثلاثة خيارات في فوباص إلى قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكان من ضمن الشهداء اثنين من مخيم جينين طيب هل حصار بلدية جينين حصار مقر البلدية سببه فقط برأيك أن هناك منزل محاصر بجانب البلدية أم هو استهداف لمقر رسمي يتبع لجينين وربما لمنع عقد هذا الاجتماع مع الوزراء الأربعة من السلطة الفلسطينية نعم الإسرائيليين يهدفوا إلى عدم وصول الوزراء لعاقد مؤتمر صحفي بين أهلهم وبين شعبهم ويشعر المواطن في محافظة جينين أن القياد والشعب في نفس الخندق يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإجراء التعسفي أولا من معاقبة محافظة جينين معاقبة بلديجين والموظفين وأعضاء البلدية اللي هم دائما موجودين في البلدية وباجتماعات طوارئ على مدار الساعة يعني نحن نرفع الكبعة للتواقب الفنية جميعها اللي بلديجين والشركة الكهرباء والدفاع المدني والهلال الأحمر اللي بمدن كل الجهد بالتنسيق مع رئيس البلدية ومع رئيس السادمات المخيم جينين ولا ننسى حركة التحليل الوطني الفلسطيني فقط اللي تبدل كل جهدها من أجل تأمين ووصول المواد الغذائية والأدوية لمستحقها خاصة في المناطق اللي بتعلن معنا جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة في الحارة الشرقية أو ما يحدث وما زال يحدث في مخيم جينين حيث يحاصل ما زال يحاصل المستشفيات ويمنع دخول الصحفيين إلى مربع وخاصة حارة الدمج وحارة الحواشين اللي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات لا نعرف فعلا ما يحدث بالضبط هناك استحامات للمنازل وفاهم عمل فتحات من بيت لبيت ومحاصرة الأهالي في أحد الغرف ومصافرة أجهزتهم الخلوية حتى لا يكون أحد المواطنين بتوثيق جرائم الاحتلال في الوقت الذي يمنع فيه وصول طيارات الإسعاف الصحفيين من الحالات المرضية أو توثيق هذه الجرائم ليس لديكم حتى الآن بعد تسعة أيام من هذا الاقتحام لمخيم جينين تقييم ربما للوضع داخل المخيم؟ التقييم أولا هناك تقريبا سبعمية إلى ألف عائلة أجبروا على النزوح من مخيم جينين ومن الحارة الشرقية في مدينة جينين وبالتالي يقدر عددهم إلى أربعة ألاف إلى خمس ألاف نازح يجبروا بتحت هديد السلاح لأنه كل البيت يدخلوا يحولوا إلى مركز تحقيق ميداني ويعتبروا كل البيت عبارة عن سكن نعات كرية بما رسوا فيها أشد أنواع الإرهاب والبطش والتعذيب بحق أبنائنا وبناتنا بالتالي ما يحدث ساحب مدينة جين ومخيم جين في الوقت الحالي ومنع وصول المواد الغذائية وخاصة طرد الحليب الأطفال والمياه والأدوية لكبار السن عندنا مشكلة بحصار المستشفيات أنه في عندنا 180 مريض في مستشفى جينين الحكومي يضاف إلهم 75 كادر وموظف يضاف إلهم المرافقين اللي لليوم التاسع على التوالي يتعرضوا إلى المضايقات وإذا استمر هذا العدوان وهذا الحصار فعلا يكون هناك ضرر كبير بحق المواطنين سواء كان في المخيم أو في المستشفيات أشكرك جزيلا شكر لسيد كمال أبو الروب محافظة جينين كنت معنا من داخل مقر بلدية جينين المحاصر من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء شكرا جزيلا